هل حرام نقول للإخوة المسيحيين كل سنة وإنتوا طيبين حرام نقول يعني؟ لا وحرام أن أنت تقولي الكلام ده لأن هذا الكلام لا علاقة له بالعلم هذا الكلام لا علاقة له بالود هذا الكلام لا علاقة له بوثيقة المدينة هذا الكلام لا علاقة له بالود هذا الكلام لا علاقة له بوصية الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب هذا الكلام لا علاقة له بالعيش الطيب والهني مع الناس هذا الكلام لا علاقة له بنداء الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هذا الكلام كله لا علاقة له بهذا هذا الكلام لا علاقة له بالفرح بميلاد سيدنا عيسى كالفرح بنجاة سيدنا موسى إحنا لما بنهني إخواننا المسيحين بنهني أنفسنا كمان بميلاد سيدنا المسيح لأن في الحقيقة سيدنا المسيح هو غالي علينا وكان حبيبا للرسول الله وكم من المرات تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا عيسى حتى في الكلام عن في الكلام عن يوم القيامة الكلام بمزيد من التجليل والاحترام والمحبة ما بين الرسول الله وسيدنا عيسى ففي الحقيقة هذا الكلام اللي بيثار في كل سنة فهو الكلام في الحقيقة هذا كلام بالحقيقة يعني هذا كلام سياسي ايدولوجي بيخدم أفكار الطائرات الطائرات المتطرفة بتستخدمه عشان تعمل الحاجة شريرة شوي ايه الحاجة الشريرة اللي بتعملها لاني لاني دا لو كان موجود كنا لقيناه في كتب الأهل العلم مع أخوانا المسعين درا مش اختراعا لقينا النهاردة بس احنا ما لقيناش الكلام دا عارف دا بنقوله كده ليه بنقول الكلام دا ليه بنقول الكلام دا لان في الحقيقة هناك من يحاول أن يستخدم مثل هذه المسائل لا لشيء إلا لأنه بيتبنى فكرة شرخ المجتمع شق المجتمع أنا بسمي الخطاب دا خطاب عدو المجتمع وإحنا بنأسس أن أهل الديانة وأهل الاتدالة عندهم خطاب اسمه خطاب صديق للمجتمع هذا الخطاب عدو للمجتمع عدو للمجتمع أن الرسول الله وصانا عليه وصانا على عموم الناس وصانا على العلماء وصانا على أئمة المسلمين وصانا على الأمة فهذا الخطاب لا يحمل وصية حضرة النبي هذا الخطاب لا علاقة له حتى بالأدلة الشرعية هذا الخطاب المراد منه في الحقيقة هو إيذاء المسلمين وإيذاء غير المسلمين ليه اتنين هذا الخطاب أنا بقول لكم هذا الخطاب كأنه يمزق وثيقة المدينة لهم ما لنا وعليهم ما علينا الشخص إلا حاصل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واحد بيهنيك برمضان واحد بيهنيك بكل مناسباتك الدينية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم نعمل إيه يا سيدي؟ نعمل إيه إذا كان الشرع الشريف بيقول لنا كده؟ نعمل إيه إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الهدايا من غير المسلمين نعمل إن الرسول الله سلم لما تقبل الهدايا مش بس تقبل الهدايا تقبل الهدايا وأدخل غير المسلمين في أسرتي نعمل إيه يا سيدي؟ نعمل إيه وإنت بتقول لنا ما انطبقش قوله تعالى وقوله للناس حسنة ده عشان إيه طيب؟ عشان إنت تولد عندك شيء لا علاقة له بهذا الدين وهو السأرية الدينية تولد عندك حاجة إن انت تكره العيش المشترك لا إحنا يا سيدي بنحب العيش المشترك لأن احنا بنحب رسول الله لأن من الذي وضع لبنات العيش المشترك هو رسول الله في المدينة هو اللي وضع لبنات العيش المشترك انت واضح إن انت لا يسعك ما سنة رسول الله واضح إن انت مش بحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحابب إن انت تعمل إيه؟ كل وقت من الأوقات لازم تعمل تمييز أنت كده بتكرس بشكل واضح جدا جدا كراهية الإسلام عند الناس وبتدعم فكرة الإسلاموفوبيا أن الناس مش قادرين يعيشوا مع غيرهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى مجتمع الرحمة بنى مجتمع الود والتواصل أنت مش قادر تعيش ده فاللي بيقولي الكلام ده لازم نقوله الكلام ده بوضوح زهقنا بقى كفاية يعني لو هي مسألة جاوبناها وخلصنا لكن مش معقولة تتجدد كل سنة طب تجددها كل سنة ليه؟ لأن في حد اعتبر ده جزء من هويته جزء من المفاصلة المجتمعية لا هو جزء من ايه؟ من هدم المجتمع جزء من تهديد المجتمع دي مش مفاصلة يا ابني مجتمعية محدش طلب منك وانت بتهني اخوانك المسيحين ان انت تعتقد عقدتهم ولا هو بيفعل لما هو بيهنيني بيعتقد عقدتي فليه بتفعل كل ده؟ بتفعل كل ده عشان تباني حرصك على الدين؟ هل حرصك على الدين يجعلك ترمي بوصية رسول الله عرض الحايد؟ ترمي بالعهد اللي بيننا واللي وضعوا علينا رسول الله؟ انا اللي لا املك شيئا للناس اللي بيقولوا بحرم التهنية اخواننا المسيحيين بعيد الميلاد غير اننا اقول له ربنا يسامحك هداك الله وغفر الله لك وليه تئزينا في اخواننا؟ ليه تئزينا في من يعيش معنا؟ ليه تئزينا لمن احسنوا الينا واحسننا اليهم؟ احنا عندنا يا ابني تاريخ من الود ومن الرحمة ومن الفضل ومن النعمة ومجتمعاتنا مجتمعات عميقة العمق اللي في المجتمع ده حاجة اسمه عمق المحبة وعمق الرباط احنا في مصر بالذات احنا ده جزء من الرباط عندنا ان احنا بنعيش الفرحة بنعيش الافراح والاطراح معا يا ابني احنا اسسنا المجتمع ده على محبة رسول الله وعشان كده عندنا مصطلح انا بحبه جدا اسمه المجتمع العميق المجتمع العميق ده ما حصلش في يوم وليلة المجتمع العميق ده عمل والناس بتواجه المحتل والناس بتنتصر في اكتوبر والدم واح والفرح واح هم اخواننا المسيحيين بيعملوا لنا رزب لمن في مولد النبي واحنا بنهنيهم كمان في ميلاد سيدنا عيسى واحنا عندنا فرح جبير جدا 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 اظن ان الكلام والناس اللي بيقولوا الكلام ده ممكن يتقال عليهم اصلا معداش على مصر ما شافش التدائم المصري ما شافش اهل الله ازاي عاشوا مع اخوانهم المسيحيين لا 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 كنت لازم تعرف لازم تعرف ان الكلام ده كلام ما ينفعش كلام ما يصحش ممكن مجتمعات اخرى تتحمل الكلام ده لكن احنا مجتمعنا مجتمع الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين لما جوا مصر قال لهم بشكل واضح جدا استوصوا بي اهل يا خير وعشان وكرامة اللي وصية رسول الله جزء من ان احنا نستوص خيرا ان احنا نهني اخوانا المسيحيين وانهم كل سنة وانهم طيبين بميلاد سيدنا المسيح وده شيء واضح وما فوش قدنا مواربة ولا محتاج ان احنا نقعد نتكلم في الكلام ده واحنا قلنا كل كل الكلام ياريت بقى السؤال دوت يبقى خلاص احنا جاوبنا عليه وانتهينا منه